بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائي الطلاب والطالبات بمادتنا الجميلة مادة التربية الفنية اليوم بإذن الله سنأخذ درس جديد سيكون درسنا لهذا اليوم تسجيج الأواني الفخارية في البداية عزائي الطلاب والطالبات أخذنا في درسنا الماضي وحصتنا الماضية اللي هو درس عن البلطات الخزفية أخذنا فيه عدة محاور تحدثنا فيها عن نبذة تاريخية عن تاريخ البلطات الزجاجية أعفوا تاريخ البلطات الخزفية أيضا تاريخ القشاني ومكوناته وذكرنا ما هي البلطات الخزفية ذكرنا طبيعتها كيف نشكلها وكيف نضيف الألوان عليها أيضا المراحل الفنية التي تمر بها البلطة ذكرنا طريقة إعدادها للبلطات أيضا تحدثنا عن التصميمات الزخرفية المستخدمة على البلطات الخزفية أيضا الأساليب الحديثة التي زخرفت البلطات ذكرنا عدة أساليب بشكل عام عن طريق إعداد هذه البلطات هذا بشكل عام الدرسنا الماضي الذي كان مثلما ذكرنا البلطات الخزفية طيب في البداية قبل ما نبدأ في درسنا سنأخذ السؤال عن درسنا الماضي وهو فراغ هي زخارف تميز بها الفن الإسلامي عن غيره من الفنون الأمم الأخرى وهي تقوم على اختصار خطوط التزيين النباتية هل هي البلطات الخزفية أو التوريق أو البنامنمات ممتاز أحسنت بارك الله فيك الإجابة الصحية هي التوريق مثل ما ذكرنا هي التوريق هي خطوط هي زخارف تميز بها الفن الإسلامي عن غيره من فنون الأمم الأخرى أيضا بالنسبة لهذا درسنا لهذا اليوم سوف نتعلم في هذه الحصة مساهمات المسلمون في تطوير صناعة الخزف والطلاء الزجاجي أيضا أنواع الطلاء الزجاجي أيضا طريقة استعمال الطلاء الزجاجي والزخرف به وسوف نتحدث بإذن الله عن أساليب ونتعلم عن أساليب زخرفية زخرفة الأواني بالبلطات الزجاجية أيضا أساليب فنية لزخرفة للمعالجات السطحية هذه بإذن الله سوف نتحدث عنها مثل ما ذكرنا سوف نتعلم طريقة الطلاء طلاءات الزجاجية والكثير بإذن الله سوف نتعلمها سوف نتعلمهم في هذه الحصة تشاهدون أمامكم هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانكم الدخول عليه ستجدون الكثير من الإثراءات موجودة هناك بالنسبة لمساهمات المسلمون في تطوير صناعة الخزف توصل الخزفون في القرن الثالث والرابع بعد الهجرة إلى اكتشاف أساليب جديدة في صناعة الخزف وزخرفتها وكان من أبرزها مثل ما ذكرنا الخزفون المسلمون أبدعوا في صناعة الخزف وطرق صناعته أيضا مثل ما ذكرنا لكم ومثل ما ذكرنا في القرن الثالث والرابع وأيضا طوروا الكثير من الأمور وأبرز ما أضافوه هو البريق المعدني كان البريق المعدني هو أحدد الإضافات التي أضافها الخزاف المسلم كان الابتكار العظيم الذي اهتدى إليه الخزفون المسلمون في العراق وهو إكساب الإناء الخزفي بريقا معدنيا يتلاء لا ويشابه بحد كبير اللمعان الأواني المعدنية تشاهدون أمامكم عندنا أواني خزفية مطلية بالبريق المعدني وبذلك تمكنوا من الاستغناء عن الأواني الذهبية والفضية التي حرم الإسلام استخدامه مثل ما تعرفون أن في الإسلام حرم استخدام الأواني الذهب والفضة فلذلك ابتكروا المسلمون خزفون المسلمون طرق أخرى مشابهة لمعانها وهو البريق المعدني مثل ما ذكرنا لكم فأيضا لم يكن هذا النوع من الخزف معروفا من قبل ولقد اختصرت الزخرفة بالبريق المعدني على المنتجات الثمينة من الخزف التي تصنع العظماء وكبار والرجال الحكام أيضا انتشر هذا الابتكار الفني في أنحاء العالم الإسلامي في العصر العباسي ولا تزال الطريقة التي استخدم الخزفون لإنتاج هذا البريق المعدني على الأواني الخزفية سرا عظيما شاهدون بعض الأواني الخزفية مثل ما ذكرنا ابتكر وطور الخزفون المسلمون البريق المعدني بشكل عام مثل ما تعرفون أن الأواني الذهب والفضة حرمها الإسلام لذلك ابتكروا البريق المعدني التي تكون القطع الفخارية لامعة مثل ما تشاهدون أمامكم هذه قطعة أو أواني خزفية مطلية بالبريق المعدني أيضا ارتقت صناعة الخزف ذي البريق المعدني في قاشان ووصلت إلى قمة ازدهارها في العصر المغولي ولم تعرف صناعة الأواني الخزفية ذات البريق المعدني في لندلوس قبل القرن الرابع عشر الميلادي وقد اشتهرت مدينة ملقى وغرناطا بإنتاج هذا النوع من الخزف في الوقت الذي توقف إنتاج في الري والقاهرة ودمشق أيضا انتقلت صناعة الخزف في مدينة بلانسيا أواخر القن الرابع عشر وكانت مدينة منيشا الواقعة بالقرب من بلانسيا مركز إنتاج الخزف ذو البريق المعدني الذي صدر إلى البلدان الأوروبية نشاهد عندنا أواني خزفية أو آنية خزفية مطلية بالبريق المعدني نشاهدون هذه بعض الأواني التي تم طلائها مثل ما ذكرنا أن المسلمون بدعوا في البريق المعدني نشاهده عبارة عن طلاء يتم دهنة للقطع الخزفية ثم يتم إضافته أو نوديه للفرن ثم بعد عملية الحرق يتم إخراجه ويصبح مثل ما تشاهدون بريقا معدنيا أو أواني بها بريقا معدنيا ذو لمعة تشاهدون أمامكم عندنا آنية مطلية بالبريق المعدني تم إضافة عليها بعض الحروفيات تشاهدون أمامكم بالنسبة للخزف المينائي طبعا ظهر هذا النوع جديد في إيران في العصر السلجوقي أيضا تميز بتعدد ألوانه ووضوح العنصر التصويري فيه ويصنع هذا الخزف من عجينة ملونة تغطى بطلاء غصديري وترسم بزخارف وبألوان مختلفة يضاف إليها بعض الأحيان اللون الذهبي أيضا يعرف هذا النوع من الخزف ذو الزخارف المتعددة متعددة ألوان فوق الدهان باسم الخزف المينائي يعد هذا النوع من الخزف أفخر أنواع الخزف الإسلامي مثل ما ذكرنا أنه يعتبر الخزف المينائي يخلط مع الطينة نفسها ويعد هذا النوع من أفخر أنواع الخزف الإسلامي أما بالنسبة لخزف سلطان أباد بدأ في منتصف القرن الثامن الهجري وظهر النوع الجديد من الخزف يختلف عما أعرف من قبل أطلق عليه خزف سلطان أباد تبيز بالزخارف المرسومة باللونين الأزرق والفيروزي فوق الأرضية البيضاء تحت الطلاع الشفاف وتأثرت الرسوم بعناصر الفن الصيني نشاهد هذه بعض العناصر الفن الصيني مثل ما تشاهدون هذه تعتبر الآنية الآنية مطلية بالطلاء مثل ما ذكرنا لكم أيضا تم زخرفتها بطريقة الفن الصيني هذه الآنية مثل ما تشاهدون أمامكم تم زخرف عليها بهذا الشكل أيضا هذا بالنسبة لخزف سلطان أباد أيضا ازدهرت تجارة العواني الخزفية قديما وازدهرت ازدهارا عظيما وكان لها شأن حالها حال تجارة السيارات في وقتنا الحالي تشاهدون أمامكم مخطوطة ترجع إلى القرن الخامس عشر تسجل مظهرا من مظاهر تجارة الخزف أما بالنسبة للطلاء الزجاجي هو عبارة عن تغطية لامعة لسطح القطع الفخارية والتي تلتصق بالسطح الطيني بفعل الحرارة حتى تصل لدرجة النضج فتصبح عديمة المسام وتعطي تقوية عالية كما تعطي لونا وملمسا بشكل عام الطلاء الزجاجي مثل ما ذكرنا هو يتم طلاء القطع فيها نشاهد أمامكم عندنا في القطعة هذه في محيطها تم طلاءها بالطلاء الزجاجي أيضا من المنتصف لم يتم دهنة بهذا الطلاء نرى الفرق واسع أمامنا أو الفرق مختلف تشاهدون هذا هو الفرق بين الطلاء وعدم طلاءه هذا لون الطين الأصلي بعد عملية الحرق وهذه اللون اللي تشوفونه أمامكم هو لونها بعد عملية إضافة عليها الطلاء هذا هو الفرق بين الطلاء وعدم دهنها بالطلاء أيضا أنواع الطلاء مثل ما ذكرنا عندنا عدة أنواع في منها الشفاف ومنها المعتم بالنسبة للشفاف هو الذي لا لون له وهو يتميز بأن يظهر لون الطينة الطبيعية أما المعتم وهو يعرف بتغطيته لون الطينة بلون يحدده نوع الأكسيد المستعمل كأن يكون أبيض بإضافة أكسيد القصدير أو أزرق من إضافة أكسيد الكوبايت مثل ما ذكرنا بالنسبة للطلاءات في منها الشفاف في منها المعتم بالنسبة للشفاف هو عبارة عن إضافة مثل ما ذكرنا تميز بأن يظهر لون الطينة الأصلية بأن تكون الطينة لامعة هذا هو بالنسبة للشفاف بالنسبة للمعتم المعتم مثل ما ذكرنا هو يتم إضافة عليه بعض الأكسيد الأكسيد مثل اللي هو الأكسيد الكوبايت أكسيد المانغنيز أكسيد الحديد كل من هذه النواع من الأكسيد هي عبارة عن ألوان ألوان للخزف على سبيل المثال أكسيد الحديد يعطينا اللون الأحمر وأكسيد القصدير يعطينا اللون الأبيض في عملية الدهن طبعاً يكون اللون مختلف قبل الحرق وبعد الحرق على سبيل المثال قبل الحرق أكسيد الكوبالت يكون بلونه الرمادي تقريباً بعد عملية الحرق يتغير لونه يصبح إلى اللون الأزرق عملية الحرق تغير اللون لأن مثل ما ذكرنا هذه عبارة عن مواد كيمائية تتعرض للحرارة تتم تفاعلها مع الحرارة وتتم التصاقها وتتغير لونها بعض الشيء هذه بالنسبة لأنواع الطلاء الزجاجي أيضاً تنقسم الطلاءات إلى نوعين عندنا الطلاءات الجاهزة وطلاءات مجهزة فرق بين طلاءات الجاهزة والمجهزة طلاءات الجاهزة توجد الطلاءات الجاهزة على هيئة سائل على هيئة سائل أو بودرة والسائل منها يحتاج إلى التقليب للحصول على القوام المحدد كما يمكننا تخفيفها بالماء حسب الطريقة التي يطبق بها الطلاء أما الطلاءات التي في شكل مشحوق أو بودرة تمزج بالماء أو الصمغ العربي وتصفى وهي تعتبر اقتصادية ويكتب على العبوة عبوة اللون والملمس الملمس لامعة أو مطفية مطفية شفافة أو معتمة كما يسجل عليها درجة الحرارة المناسبة للتسوية بالنسبة للطلاءات المجهزة يتطلب تكوين الطلاءات وتجهيزها للتسجيج توفر المكونات الأساسية وهي السيليكا ليعطاء الفخار طبقة مصقولة أيضا اللومينة وهي مثبت ويساعد في تكوين طبقة كاملة على سطح الإناء أيضا الفليكس له دور في تخفيف درجة ذوابان السيليكا وتمزج هذه العناصر بالماء وتضفع وتخمر مثل ما ذكرنا في بعض الأنواع تكون جاهزة بالنسبة للطلاءات وبعضها تكون مجهزة بالنسبة للجاهزة هي عبارة عن بشكل عبوات تكون جاهزة للاستخدام أما بالنسبة للمجهزة يتم تكوينها وإضافة بعض العناصر مثل ما ذكرنا عندنا السيليكا وأيضا اللومينة ويتم إضافتها وعلى الطلاء ويتم دهنها على الطلاء بشكل عام هذا الفرق بين الطلاءات الجاهزة والمجهزة طريقة استعمال الطلاء الزجاجي والزخرفة به طبعا تنظف الأواني الفخارية إما بالماء أو الاسفنج وتصب ألوان الجليز بداخل الشكل ويفرغ الإناء سريعا منه سيمتص بنسبة معينة عليه من الداخل أما من الخارج فيقلب الشكل على خجبتان ويصب عليها الطلاء الزجاجي فيمتص الشكل بنسبة معينة على سطحه وبعدها يمكن زخرفة الشكل بلفرشة بألوان مغايرة للون اللون اللي هو الجليز الذي استخدم في الأرضية وبعد الانتهاء يوضع في الفرن للتشوية يتم في البداية مثل ما ذكرنا يتم تنظيف الآنية على سبيل المثال عندنا هذه الآنية يتم تنظيفها ثم بعدها يتم وضع الألوان عليه ثم بعدها بعدما يجف يتم إضافته إلى الفرن بهذه الطريقة مثل ما ذكرنا وعلى حسب بعض الأحان نحتاج إلى اللي هو خشبتان مثل ما ذكرنا يصب عليها الطلاء الزجاجي فيمتص الشكل بالنسبة معين على سطحه أما بالنسبة للأساليب زخرفة الأواني بالطلاءات الزجاجية في عندنا نوعين في عندنا زخرفة تحت الجليز وزخرفة فوق الجليز بالنسبة للزخرفة تحت الجليز هي طبعا رسم الزخارف تحت الطلاءة بلون واحد أو بألوان متعددة هذا بالنسبة للزخرفة تحت الجليز أما بالنسبة لفوق الجليز طبعا رسم العناصر الزخرفية بلون واحد أو بألوان متعددة فوق أرضية بيضاء على سبيل المثال هذا يعتبر القطع اللي ورناكم إياها هي الزخرفة فوق الجليز تشاهدون هذه طبعا تم طلاءة باللون الأبيض ثم يتم إضافة الزخرفة مثلما تشاهدون بهذا الشكل هذه تسمى بالزخرفة فوق الجليز بالنسبة للزخرفة فوق الجليز طبعا تستخدم فيها ألوان جاهزة تزخرف بها الألوان المزجزة وتثبت بالحرارة عند درجة 350 درجة بعوية ولا تتغير ألوانها عند التسوية ومن أفضل القطع المستخدمة للتلوين هي ما تشاهده في الشكل قدامكم عندنا مجموعة من الأواني الخزفية المغطاة بطبقة من الجليز أيضا هي أواني تكون مطلية بجليز لامع ويكون البدء بالتلوين اليدوي عليها عن سبيل المثال عندنا القطع اللي تشوفونا قدامكم هذه بعض القطع المختلفة تم إضافة الألوان أو الرسومات عليها بعد إضافة الجليز عليها هذا هو مثل ما ذكرنا لكم يسمى ب الزخرفة فوق الجليز أيضا بالنسبة للأدوات المستخدمة في التلوين عندنا بعض الأدوات مثل الفرشاة المسطحة ذات الحجم الكبير وتستخدم للخلفيات الكبيرة على سبيل المثال عندنا هذه بعض الفرش الكبيرة اللي ممكن نستخدمها في طريقة إعداد والتلوين أيضا عندنا الفرشاة المتوسطة ذات الحجم المتوسط واستعمالاتها متنوعة وفضل استخدام واحد لكل لون أيضا الفرشاة ذات الحجم الصغير وتستعمل للورود الصغيرة ورسم البتلات والفرشاة المحدبة الدائرية تشاهدونها رقم أربعة أيضا تستعمل لرسم أوراق الشجر والبراعم الطيور البعيدة عندنا أيضا الفرشاة المسننة الصغيرة رقم خمسة تستعمل الخطوط الرفيعة ورسم العناصر العناصر الصغيرة وهي مثالية في التذهب الفرش الصغيرة مثالية جدا في عملية التذهب التذهب سنتحدث عنه بعد قليل التذهب نستخدم فيه ورق الذهب سنفصل في عملية طريقة التذهب بعد قليل أيضا عندنا العازل القابل للتقشير ويستعمل لعزل المساحات وعند استخدامه يجب استخدام الفرشاة صناعية وعند الانتهاء يجب غسلها بالماء الدافئ والصابون وتشفيفها أيضا قطعة من الصوف تستخدم لترقيق اللون على السطح الملون وأسفنجة ولها عدة استعمالات للترقيق أو لوضع ألوان بكميات كبيرة بإمكاننا نستخدم أسفنجة ليتم طلاع الأواني بشكل عام عن طريق الأسفنجة نأخذ الأسفنجة يتم إضافة الطلاع على الأواني بإمكاننا يتم استخدامها في عملية التسهيل تسهيل اللون أو ممكن نستخدم بعض أنواع الأسفنج بشكل هذا يتم إضافة بعض التأثيرات بالأسفنجة لنا بإمكاننا إضافة عدة أشكال وخيارات عن طريق استخدام الأسفنجة أيضا قطعة من الحرير تلف على قطعة من الأسفنج وتربط بالمطاط وتستخدم المعالجة بالتدريج وتنعم والتي تنعيم المنطقة الملونة والمصصات أو الخلة ويمكن لف القطن عليها واستخدامها للتنظيف هذه بعض القطع اللي ممكن استخدمها أيضا المرسمة الصينية للتخطيط وتستخدم للرسم والزخرفة على القطع الخزفية أيضا قلم من هاتن يستخدم لتنظيف البقع كما يمكن استخدامه لفرد اللون وقطعة من القماش استخدم لتنظيف الفرش المستخدمة في التلوين ومناديل للتنظيف العام أيضا تتوفر الألوان على شكل بودرة في عبوات جافة صغيرة أو عبوات سائلة وأيضا نحتاج المادة الوسيط عبارة عن زيت بطيء الجفاف موجود منه ما يذوب في الماء أيضا بالنسبة لمادة الميثيل تستخدم لتنظيف قطع السيراميك قبل تلوينها ونحتاج إلى براطة سيراميك لطحن وخلط الألوان أما في الفرش فتنظف بمادة ترابنتين وهي تستخدم في الألوان الزيتية مادة ترابنتين هي أحد المواد التي تستخدم في الألوان الزيتية إرشادات عامة عندنا استخدام الألوان أو المواد الكيموية يفضل العمل في غرفة ذات تهوية جيدة هذه أهم النقاط أنه لازم يكون المكان فيه تهوية لأن هذه مواد كيميائية يجب أخذ الانتباه أيضا تهيئة المكان مكان مريح ونظيف وخالي تماما من الأتربة وتتوفر فيه الإضاءة المناسبة والتهوية وتغلف الطاولة بورق التنظيف وتسلط الإضاءة من الجهة اليسرى إذا كنت تستخدم اليد اليمنى أيضا مراعاة شكل الآنية مع تصميم المختار هذا أهم النقاط أيضا هناك نوعان من الألوان وهو السريع الجفاف وهو وطيء الجفاف أما بالنسبة للألوان البودرة تخلط مع الوسيط المناسب وتجهز قبل بدء التلوين وعند التلوين يجب أن نضع كمية كبيرة من اللون حتى لا تنفصل عن سطح الإناء تشوفون أمامكم هذه إبداعات التلوين الصيني برع الفنان والصينيون في تلوين وزخرفة الخزف منذ فترة زمنية قديمة ووضعوا تقنيات في التلوين غدت من أجمل وأمتع الأشياء تشوفون أمامكم هذه بعض الأنواع مختلفة من الفرش ممكن تم استخدامها على سبيل المثال عندنا الفرشة هذه وممكن نستخدم أدوات أخرى مثل اللي تشوفون قدامكم عندنا هذه قطعة من السفنج تعتبر فرشة سفنجية نقدر نستخدمها ونضيف عليها على سبيل المثال ممكن نستخدمها في الخط العربي إذا كنا نستخدمها على الأسطح المختلفة على سبيل المثال ممكن نضيف بعض الأشكال على شكل حروفيات كبيرة أو ممكن نستخدم الفرش بهذا الشكل نحاول بقدر مكان تكون الفرشة ناعمة تم إضافة بعض الأشكال الزخرفية وبعض الأشكال ممكن الهندسية إذا أردنا فعندنا خيارات كبيرة في إعداد الشكل الأشكال مثل ما ذكرنا عند تعلم التقنيات الأساسية لحركة الفرشة نكتسب إحتمالات لا نهاية ممكن نبتكر بعض الأساليب ونقدر نطور الأسلوب الخاص فينا نرى نماذج من الزخرف الصينية أما بالنسبة للأساليب فنية للمعالجات السطحية لدينا التعتيق بألوان غليز والتذهب على الألوان الخزفية والزخرفة بالأسلوب الفوسيفزة لدينا التعتيق على الألواني مثل ما تراهون هذه طريقة التعتيق على الألواني هي بشكل عام ناخد قطعة من على سبيل المثال الأسفنج أو ناخد أي قطعة مثلا منديل بقدر مكان ناخدها ويتم إضافة تأثيرات بهذا الشكل على سبيل المثال ناخذ قطعة من القماش ناخذها ونضيف عليها اللون وهي أفضل شيء ناخذ القماش ويتم إضافتها بشكل تأثيري وتطلع القطعة كأنها معتقة وكأنها قديمة هذه بعض المواد اللازمة للتعتيق بالنسبة لطريقة التعتيق يناعم السطح مثل ما ذكرنا بالصنفرة ثم تنظف القطعة ويوزع اللون ثم دمج اللون آخر مع اللون العساسي التعتيق مثل ما ذكرنا على الأواني الخزفية تتم أما بتغطية الأجزاء التي يراد بقاوها كما هي بغشاء أو بطبقة رقيقة من الشمع ثم تغمر القطعة في حمض الهايدروفلوريك المخفف حتى يتآكل الطلاء الزجاجي أو بإدخال الكثير من عنصر الهواء في الفرن أثناء التسوية مثل ما ذكرنا ممكن نستخدم اللي هو حمض الفلوريك أو ممكن نستخدم اللي هو مثل ما ذكرنا ندخل الهواء أثناء العملية الحرق أيضا مثل ما ذكرنا هذه ملاحظة مهمة استنشاق هذا الحمض فيه خطورة عندنا منسبة طريقة التذهب على الأواني الفخارية فيها تستخدم أوراق الذهب هذه بالنسبة للمواد اللازمة عندنا اللي هو ورق الذهب ومادة لاسقة وفرشات الرسم وقطن وأيضا قلم رصاص وصنفرة هذه بالنسبة لأوراق الذهب طبعا مادة جدا خفيفة متطايرة خفيفة جدا ممكن أن تكون سقوطها في الأرض بطيء جدا فيجب الحرص على استخدامها وتكون حذر عشان يكون الشكل بقدر أمكان جميل ومرتب طريقة التذهب طبعا تحضر القطعة المراد أيضا ثم يتم نضع الورقة الذهب ويتم المسح عليها ثم قبلها طبعا قبلها يتم إضافة الصمق عليها التذهب على الأواني مثل ما ذكرنا تقوم هذه العملية على تلسيب طبقة رقيقة من المعدن النفيس على الطلاء على سطح الطلاء وغالبا ما يستعمل فيها الذهب وإن كان البلاتين والفضة يستعملان أيضا بالنسبة للزخرف بأسلوب الفلسيفساء تتحقق على الأواني بعدة طرق عندنا طريقة الرسم والتخطيط اليدوي مثل ما تشاهدون هذه طريقة الرسم والتخطيط أيضا عندنا الزخرف بأسلوب الفلسيفساء بهذه الطريقة تشاهدون وعاء زخرف بأسلوب الفلسيفساء بهذه الطريقة العزل أيضا طريقة التفريق وهي أحد طرق الطباعة مثل ما ذكرنا تشاهدون عندنا هذه المنتج النهاي لهذه الطريقة في النهاية شكرا لكم أعزائي الطلاب والطالبات على حسن المتابع والاستماع بإذن الله نلتقيكم في الحصة القادمة وفي أمان الله اشتركوا في القناة